تؤكد السياسة الوطنية للعلوم والتقنية للمملكة العربية السعودية في سعيها نحو بلوغ أهدافها بعيدة المدى على أهمية تعزيز دور العلوم والتقنية في التنمية المستدامة وانطلاقا من هذه السياسة الوطنية قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتأسيس برنامج مراكز الابتكار في التكنولوجيا وكان مركز الابتكار التقني لأنظمة المعلومات الجغرافية بجامعة أم القرى هو أول مشروع ابتكاري لأنظمة المعلومات الجغرافية الذي تبنت دعمه المدينة إذ يقوم المركز على ابتكار تقنيات متعددة التخصصات للمعلومات الجغرافية وعمل بحوث تساهم في فهم وإدارة وتحليل وتصوير الظواهر الجغرافية المكانية والزمانية في المملكة ويكرس المركز جهوده لنقل التكنولوجيا وتشجيع الأفكار والابتكار والبحوث التطبيقية والأنشطة النوعية والتدريب المهني والشراكة الصناعية والحكومية ويدعم أيضا نقل التقنية في المجال العلمي إلى مجال التطبيق وبذلك لا يقتصر فقط على خدمة البحث الأكاديمي بل يشمل خدمة عدد من الصناعات الجغرافية المكانية الإقليمية ويتم توجيه المجالات البحثية في المركز نحو إنتاج تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والتي بدورها تدعم مجموعة هائلة من التطبيقات الجغرافية المكانية وتنقسم إلى أربعة مجالات جمع البيانات المكانية والزمانية ويشمل جمع البيانات من شبكات الاستشعار أو أجهزة محمولة أو من متطوعين إدارة البيانات المكانية والزمانية وتشمل النمذجة والتخزين والفهرسة والاستعلام عن البيانات المكانية والزمانية واسعة النطاق في العديد من البيئات الحاسوبية تحليل البيانات المكانية والزمانية ويشمل تطوير مجموعة من الأدوات لتحليل البيانات المكانية والزمانية واسعة النطاق وتحويلها إلى معلومات مفيدة عرض البيانات المكانية والزمانية ويتضمن تقنيات مبتكرة للعرض التفاعلي والعلمي للبيانات المكانية واسعة النطاق والبيانات الزمانية المكانية والتي إما أن تكون من إنتاج بياناتنا الخام التي يتم جمعها أو من البيانات التي تم تحليلها يقوم المركز على عمل العديد من الأبحاث البيئية والصحية والتقنية أو في مجال إدارة النقل والحشود وكل ما له علاقة بالحج والعمرة من منظور نظام معلومات جغرافي وتحويلها إلى منتجات تلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة أبرز هذه المنتجات بناء وتطوير برامج الكمبيوتر مع أدوات متقدمة لنمذجة مخاطر للأمراض ونواقلها في بيئة نظم المعلومات الجغرافية شاهد نظام لتحليل المعلومات الزمانية والمكانية والتصورية المأخوذة من بيانات الأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا تغريد نظام للاستعلام وتحليل وتصوير البيانات المأخوذة من تويتر طريق خدمة ويب لاستخراج المعلومات المكانية من أوبن ستريت مابس حج سينس نظام استشعار قائم على المشاركة لجمع معلومات عن الحج والحجيج كما يعضد عمل المركز شراكات مع عدد من الجهات ذات العلاقة على المستويين الداخلي والخارجي مركز الابتكار التقني لأنظمة المعلومات الجغرافية بجامعة ترجمة نانسي قنقر